لكن أنت بتقول موسم ياشي بالكثير وياقودنا إلى إيه بص يقودنا إلى كثير من التغيير نتمنى أن يكون تغيير حقيقي وإيجابي كما نتمنى وكما تتمنى مصر إن شاء الله لأن نبدأ بكرة القدم اللي هي يعني الاهتمام بالأول اللي هي مواطن يعني لما تشوف من كاس العالم وما حدث من إخفاقات وبعدين أن يمنح المسؤولون عن كرة القدم فرصة جديدة وتأتي الفرصة على طبق من زهب في استضافة كاس الأمم الإفريقية ثم تأتي الدولة لتحرج الاتحاد بأنها تقدم عمل تنظيمي وبنية أساسية ولا أروع في وقت قياسي كان كل المطلوب منهم إدارة الملف المنتخب مصر فقط 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 ليحدث الإخفاق الغير مسبوق أنا بقول لك إخفاق يعني نادراً ما حصل مرة أو اثنين قبل كده ثم تأتي بارقة الأمل في ما أستشعره شخصياً من إرادة الدولة في تصحيح المسار وأقول إرادة الدولة عشان ما حدش يتنطط وقولك تدخل الدولة مش تدخل الدولة لابد إن إرادة الدولة تكون واضحة قدام أي مسؤول في أي موقع الدولة عايزة إيه منك إنت في موقعك عايزة في الرياضة عايزة واحدين ثلاثة أربعة عايزة تبدل أقصى الجهد عايزة هو لما طلعنا التلتين في كرة اليد ما كانش في حفاوة كان في حفاوة طبعاً الناس عاملة اللي عليها نعم ثم تطلع الأول النهاردة إحنا ماشيين كويس في الفوليو ربنا كميلا بخير يا رب يعني ما يبقاش يعني انتباهنا ده يؤثر علينا لكن لما تيجي يا سيد إبراهيم تستشرف الجدية في إيه استقالة التحاد السابق استشعرت أنا بقى الجدية في موقف الإدارة التنفيذية اللي هي هي كانت موجودة وقت المجلس السابق ولكن اتغير أداءها الشهر الفده بس اتغير الأداء مشوا في اتجاهات كثيرة كنا بنطلبها وكان فيه استجابات من ضمن مظاهر هذه الاستجابات أن يحدث اجتماع لحوالي تسعين نادي من أعضاء جمعية العمومية في الدرجات الأقل مفهومش أندية دوري ممتاز وتبص تلاقي فيه استجابة أن لأ تعالوا اعملوا جمعية ندعو لجمعية العمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي الله ده الموضوع جد أن فيه نية لإصلاح الأمر ثم يأتي خيار أنك تجيب لجنة تدير لحد نهاية مدة المجلس الحالي عشان ما تعيدش الانتخابات كل شوية بصرف النظر على اسمها خلينا بقى نشتغل بشك أنا ليه بقول الفلاشباك ده عشان أقول إيه الطموحات وإيه الأهداف والدولة مستنية والوسط الرياضي مستنية أول هدف مش عايزينه الفوضى اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت إن القرار لحظة بلحظة لحظة بلحظة لازم يتحط نظام يتطفق عليه والأنديها توفق عليه ولا يتم التعديل عليه مهما كانت الظروف كل الناس تقباله أنا هنا مش بفكر في الأهل أنا هنا بفكر في بلدي وفي اللعبة اللي تستحق مكانها نملك كل أدوات التطور إلا إرادة التطوير فالنهارده عندنا الفرصة الزهبية إن فيه اهتمام وفيه قطعاً حيبقى فيه غيرة من الألعاب الجماعية العمالات وهي في الضل تحقق حاجات كويسة طبعاً النهارده ما هو المطلوب من اللجنة أنا عايز أشوف إيه المطلوب من اللجنة ولو تحقق ده حيرضينا ولا مش حيرضينا أول حاجة كانت إيه إدارة شؤون الاتحاد اليومية ده دي تسيير الأعمال خلاص دين ما فيهاش مشاكل لكن أهم ملف اللي هو ملف إجراء التعديلات على لايحة النظام الأساسي على لايحة النظام الأساسي لايحة النظام الأساسي مليئة بالبنود الشخصية المتفصلة على فئات بعينها وناس بعينها وتتيح لهم السيطرة والهيمنة دون مراجعة كان فيه اجتماع مبارح برضو من نفس المجموعة الأندية اللي تخضت من تكوين اللجنة مش عارفة إيه الحكاية هل ده معناها بقى إن اللي تفخ عليه حينسف فجاءت الطمأنينة من الأمس لا إحنا مكمل إيه عايزين نعمل تغيير النظام الأساسي لأن دي دي مصلحتنا مصلحت بلدنا مصلحت الكرة بتاعت بلدنا وفيه جدية هذا الأمر يعني مفيش كان نتخاف إن يكون ده الباب الخالفي اللي عودت نفس الأسماء نفس النظام نفس المناخ لو تحقق الطلبات اللي مكتوبة أو التكلفات اللي الاتحاد الدولي قالها أعتقد إن إحنا مفيش داعي غير إن إحنا نساند مفيش داعي إن إحنا نتخاف وكل واحد عنده فرصة ذهبية إن يعبر عن نفسه وعن كفاءته وعن توجهه المجرد لمصلحة مصر